قال بوجبنة تتقاسمه كتل سياسية وميليشيات عسكرية هو ملخص وضع العراق الاقتصادي كما يصفه مركز كارنيغي الامريكي لدراسات الشرق الاوسط في تقرير له عن الاطراف المتحكمة بالاقتصاد العراقي على وقع الازمة الراهنة التي يعيشها البلد لسيما بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية بعد تراجع طلبه بسبب ازمة فيروس كورونا ولذلك خرج العراقيون بتظاهرات متواصلة منذ اكثر من خمسة اشهر مطالبين بانتخابات حرة ونزيهة بموجب قانون خاص يقطع الطريقة امام سيطرة الاحزاب الحاكمة وبالنظر الى طريقة صرف اموال الموازنات المالية العامة للبلاد وفقا لباحثين في الشأن الاقتصادي فان نحو ستة ملايين عراقي يمثلون ما نسبته خمسة عشر بالمئة من السكان يحصلون على رواتب تقاعدية وتعويضات مالية من الدولة حيث وصل مجموع هذه المستحقات في العام الفين وتسعة عشر الى نحو اثنين وخمسين مليار دولار من الموازنة البالغ قيمتها مئة واحد عشر مليار دولار بعجز يفوق ثلاثة وعشرين مليار دولار سياسات انفاق وصفت بالعشوائية ووجهت لها سهام الانتقاد لما تسببه من هدر كبير وانعدام الرؤية الاقتصادية طويلة الامد بدليل انفاق نحو ستين في المئة من الايرادات الفعلية للبلاد على الرواتب التقاعدية والاعانات الاجتماعية وشح التخصيصات للاستثمار والبنى التحتية في مقابل تخصيص قسم كبير من ايرادة النفط لتمويل مصالح تجارية مشبوهة تديرها الكتل السياسية بحسب ما اكده تقرير مركز كارنيجي السلطات الحكومية تعاملت مع هذه المشكلات من خلال الوعود بتعيين مزيد من طالبي الوظائف في القطاع العام لكنها لم توضح كيفية تزديد رواتبهم من دون زيادة العجز واستنزاف موارد الدولة المتضائلة كما لم تحدد ماذا يمكن ان يحدث عند انضمام مزيد من الشباب الى سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة حدود جديدة تنشأ في العراق بين المستفيدين من توزيع الثروة النفطية بشكل مسيس وغير متكافئ بينما تلعب الاحزاب الحاكمة ونظام الدولة البيروقراطي دورا محوريا في مقاومة اي اصلاح جوهري على المستوى الاقتصادي الذي لم يشهد اي تطور منذ احتلال العراق عام 2003 وهذه السياسات ومثلها هي التي جعلت العراق في اعلى مراتب قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم